كل المؤشرات كانت تحيي بأن يفتك الطفل النابغ محمد عبدالله فرح الجائزة الكبرى في تحدي القراءة العربية بالإمارات العربية الطفل المعجز صاحب السبع سنوات وبعد أن حقق هذا الإنجاز كان له حظا في العديد من التكريمات التي تهاطلت عليه من شخصيات سياسية ورياضية وحتى من بعض رؤساء الأحزاب والجمعيات على مستوى الوطن هذه التكريمات وبالرغم من أنها تحفز البطل على إكمال مسيرته في القراءة نحو الأحسن إلا أنها تشكل له اضطرابات نفسية بحسب مختصين التكريمات يأتي وربعهم ربما سيغلبوا شوي الطفل ويقعد مرهق ويقعد غير يحب يرقد لأن التكريمات عندها بروتوكولات والبروتوكولات هو صغير ربما سيدخل في هذا السياق من صغر ندعو تكون في وقتها تكون بعيدة شوي على بعضها هكذا الطفل يرتاح وربما سيتقبلها بصدر رحم خطوات نحو الأمام نحو مجهودات أخرى قد تزيد من عطائه وجمع رصيد أو فر من النقاط في عالم القراءة هكذا كانت ردة فعل المسؤول الأول عن البرعم محمد عبدالله تقيقة كل هذا التكريم كل هذا الزخم كل هذا الضغط سواء كان إعلاميا أو للتكريم هذا لا يؤثر علينا أبدا أبدا ولا يؤثر على محمد أبدا فمحمد منشأ أو نشأناه تربية حسنة ويعلم أن كل هذا الزخم ما هو إلا خطوة سينساء هو نجاح من نجاحته الوصول إلى مرتبة العلمة الشيخ عبد الحميد بن بديس صعب أن يتحقق بالنسبة لأطفال لم تتجاوز أعمارهم العشر سنوات ولكن بالنسبة للبرعم محمد عبدالله الحلم ليس بالمستحيل فقط ينبغي مراعاة الجانب النفسي حتى لا تتحول نعمة القراءة إلى نقمة